بعد مرور 33 يوماً على تكليف حسن دياب برأسة الحكومة اللبنانية الجديدة قدم دياب تشكيلته الحكومية فما الشكل هذه الحكومة الجديدة؟ تتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيراً من بينهم 6 نساء وهو أكبر عدد للمشاركة النسائية وتتولى النساء وزارات، الدفاع، الإعلام، المهجرين، العمل، العدل، والشباب والرياضة ولم يتولى أي من الوزراء الجدد مسؤوليات سياسية من قبل ولا يوجد في التشكيلة الوزرية نواب ولكن معظم الوزراء محصوبون على أحزاب سياسية كبيرة توزعت الوزرات وفق الأحزاب التي سمتها على التالي حصة رئيس الحكومة، وزارات الداخلية، التربية، الاتصالات ووزارة التنمية الإدارية والبيئة ومن حصة رئيس الجمهورية والطيار الوطني الحر الذي يرأسه جبران بسيل وزارات الدفاع، الخارجية، العدل، الطاقة، المهجرين والاقتصاد من حصة حزب الله وزارتاء الصحة والصناعة وحركة أمل وزارة المال والزراع وفيما يتعلق بالوزراء الذين يتولون الحقائب السيادية نتعرف على وزيرة الدفاع وهي نائبة رئيس الحكومة زينا عكر عدرة وتحمل شهادة الباكالوريوس في العلوم الاجتماعية والتصويق والإدارة وهي المديرة التنفيذية لمؤسسة المعلومات الدولية وزارة الخارجية من نصيب نصيف حطي ترأس بعثة جامعة دول عربية لدى إيطاليا والفاتيكان وزارة الداخلية يتولها العميد المتقاعد في الجيش اللبناني محمد فهمي ووزيرة العدل ماري كلود نجم هي أستاذة في الحقوق والعلوم السياسية أما وزير المال فهو غازي وزني وهو حائز على دكتوراه في الأداء الاقتصادي والمالي وفي الأثناء سجل الشارع اللبناني رفضه لمن يصفها بحكومة اللون الواحد والمحاصصة فكيف يتطور رد الفعل السياسي والشعبي وماذا سوف يتضمن البيان الحكومي